للحديث عن تفشي فيروس كورونا في العراق معنا عبر الهاتف دكتور إبراهيم سليمان الطبيب والاختصاص من بغداد مرحبا بك دكتور إبراهيم بداية هناك تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بأن العراقيين سيواجهون الخطر الكبير بسبب كورونا في غضون الأسبوعين المقبلين بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من المصابين هل فقدت السيطرة على الفيروس في العراق الآن؟ مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناة الرابي دي أعزل الشعب العراقي بوفات الأسطورة أحمد راضي رحمه الله واتلوه بسيحة جنات منظمة الصحة العالمية وممثل الصحة العالمية متواطئ مع السلطة في العراق من أول ما بدت جائحة الكورونا تصريحات متناقبة مثل تصريحات وزير الصحة العراق أحمد راضي مات بالحمام أحمد راضي مات بالحمام الرجل تكربط أصر إدرار الحمام مشترج ماكو مرافق ماكو ممرض ماكو معين فراح للحمام الرجل ومثمانية إلا ربع متوصل يعني ثمانية وربع من السبعة ونص إلى ثمانية وربع هو بالحمام واضع ما تندلبيه إدارة المستجد شوف السرعة السرعة بين دفن بين نقلة وبين دنيا لطب عدلة ولا أي شيء آخر نعم ومع الأسف شوف 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 على الأسف اسمع 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 خليش مع كل العراقيين وكل شرفاء الوطن العراقي وزير صحة يروح يحطر عزا عفل عزا بوالد مسؤول اللجنة الصحية في مجلس النواب يأكل لحظ والوبيات ممنوعة شوف هاي اثنين ثالثا هل تقولي الوباء الصحي ووباء الصحي كارثي كارثي أنا أقولك كارثي نعم يعني حتى نقيب دكتور الراهيم عفوا نقيب الممرضين قال أن هناك 250 إصابة بين الفرق الطبية هذا المعلن طبعا من المسؤول عن غياب نعم نعم يعني هل باتت مستشفيات نفسها ناقل الوباء نعم السيد العزيز الله يخليك أنت من تفتح المستشفى باستقبال حالات الكورونا فإذا هو شنو الفيروس ينتقل عن طريق التنفس عن طريق الرباء فهذا كل مريض يتقل المستشفى احتمالية إصابة نعم فهذا يعني مستشفيات متخصصة بالبواب بالأمراض المعدية ما موجودة يعني مستشفى وزارة صحة إلى الآن ما تخذت كل إجراء نعم نعم وقد يعني صلتنا الضوء نموذجا على أحمد راضي رحمه الله والإعمال الصحي في المستشفى 14 طبيب جهيد 14 طبيب جهيد نعم أيضا دكتور إبراهيم اللجنة التربية النيابية طالبت بإلغاء امتحانات الصف الثالث المتوسط بسبب انتشار الفيروس يعني دام الحكومة على إجراء الامتحانات ألا يعد جريمة بحق الطلبة طبعا طبعا جريمة وقد أقولك شون مجريمة يعني طبعا هاي كلها يضر الرماد بعد العيون الناس على ما يجري يعني ترى الإصابات هذا المعنى ربع النسبة يعني هلت من يقولك 84 86 وفيات يعني بال160 شوف انتبه إلى مقبرة الدار السلاع بالنجر هم من يضعون دفننا 76 دفننا 44 هاي دس بالنجر عدل مناطق غربية وغيرها وبدأت تتكشف الآن يعني مصادر تتحدث عن تعتيم عداد المصابين في قضاء الشرقات مثلا في صلاح الدين كذلك في سوق الشيوخ بالناصرية يعني هل نحن أمام مناطق كاملة موبوءة ومن يتحمل المسؤولية دكتور تتحمل المسؤولية طلطة المنطقة الخضراء أو بين قوسين أصابة المنطقة الخضراء نعم شكرا جزيلا كما كان معنا إذن هاتفيا دكتور برايم سليمان الطبيب الاختصاص ترجمة نانسي قنقر